أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عادت فتح باب تقديم الترشيحات لتنظيم بطولة كأس أمم إفريقيا 2025 بعد سحب تنظيمها في وقت سابق من غينيا وحدد الكاف تاريخ 11 نوفمبر المقبل كموعد نهائي لتقديم الدول الرغبة لنموذج الترشح و 16 نوفمبر كموعد لإرسال الوثيق والمسندات إلى الاتحادات التي أبدت رغبة احتضان المسابقة وفي المقابل حدد الكاف الفترة مبتدة ما بين الخامس والخامس والعشرين جنفير المقبل للقيام بزيارة تفقدية وتفتيشية على أن تعلن بشكل رسمي في العاشر من فيفري المقبل عنية دولة المصدفة للحدث يشاري لأن الجزائر قد أعلنت سابقا رغبتها في احتضان كان 2025 إضافة إلى إمكانية تقدم دول أخرى كنيجيريا والبيلين في ملف مشترك لاستضافة البطولة